نعم بأمانة يعني نادي العربي من أفضل الفرق التي استفادت من الوضع العام بحكم إيش لو تلاحظ في انطلاقة الدورية نحن نعرف أن نادي السد وتحيل هذه المكانياتهم هذه قوتهم فهو منطلاقتهم بشكل سليم لكن دائما هنتكلم عن الثالث والرابع اللي دائما فيه متغيراته نادي الريان هو اللي دائما كان ثابت أن يكون هو في هذه المركزين الثالث والرابع والرابع دائما ما يتغير لكن لو تلاحظ أنت في انطلاق نادي العربي في هذا الموسم أغلب الفرق ما كانت بالشكل السليم يعني ما كانت بالشكل اللي معتاد عليه أو التجهيزات بشكل سليم وهذا العتب على الفرق الأخرى يعني دائما ما نشوف يعني وصلنا تقريبا لخامس جولة سادس جولة لحد الآن استقطاب لاعب لحد الآن تقدم لاعب محترف فهو الأمر هذا اللي استفاد فيه نادي العربي بشكل إيش حتى ما كان المستوى جيد لكن كان يأخذ النقاط الثلاثة لو تلاحظ في أول مباريات كان يخطف يعني يأخذ الفوز سواء على الواكرة سواء على قطر المهم كان يأخذ النقاط ويكون قريب من نادي يدحيل حتى في هذا اللي اتكلم عن ستة جولات أخذ منهم أربعة انتصارات وخسارتين من نادي يدحيل ونادي السد اثنين واحد من نادي تحيل عطى دافع أني أنا فعلا أقدر أكون طرف لو تلاحظ كمل هذا الرتم وبدأ يأخذ النقاط لما وصل لمرحلة لا لا صار يمتع في أرضية الملعب وكيف أنه يأخذ النقاط بثلاثة شفناه مع الشمال قال ممكن الشمال خاصة مع الشمال المقدمة مع نادي السد شفناه كان فريق عادي جداً أمام نادي العربي وقدر يتطلع عليه وآخرين على نادي الخور فبدأ يأخذ النقاط ودائما ما يكون هو العنصر المميز أن يكون هو أحد المنافسين لنادي السد ونادي السد